سنحت الفرصة لزوار في حديقة حيوان بيسكتلندا لمشاهدة أول دب قطبي صغير يولد في المملكة المتحدة منذ ربع قرن هذا الصغير الذي لم يحدد نوعه بعد ولد في ديسمبر كانون الأول الماضي وقد الشهور الأربعة الأخيرة في مكان مخصص لولادته مع أمه فيكتوريا والدببة القطبية معروفة بحاجتها للخصوصية ويكون صغارها حديث الولادة حساسين للغاية لذا فإن المكان الخاص بالولادة ورعاية الصغار يكون مغلقا أمام زوار الحديقة والآن بدأ الصغير استكشاف حضيرته الكبيرة في حديقة هايلاند للحياة البرية التابعة لجمعية علم الحيوان الملكية ولا يوجد أي دليل على أن الزائرين يمكنهم مشاهدة الصغير في أي وقت لكن ربما يحالفهم الحظ ويرونه وهو يستكشف الحضيرة ويكون طول صغير الدب القطبي عند ولادته نحو ثلاثين سنتيمترا ووزنه يماثل تقريبا وزن الخنزير الغيني ويولد أعمى ولا يفتح عينيه قبل أن يبلغ من العمر شهرا تقريبا ويعتمد بشكل كامل على لبن الأم